موسيقى رئيس سيسي وجه بالاستمرار في الخطط الوطنية لتعزيز مكوني طاقة المتقددة وتعظيم قيمتها موسيقى وزير الخارجية زورو بيجي كحامل رسالة من الرئيس سيسي إلى رئيس المجلس الأوروبي موسيقى وسلطات الاراقية تعنوا إحباط محاولتين لتفجير أبراج للطاقة الكهربائية في نينوى وفي ديالا موسيقى الحادية عشرة صباحا التاسعة بتوقيت جرينتش نشرة إخبارية مفصلة تأتي حضراتكم من القاهرة أهلا بكم وجه رئيس عبدالفتاح السيسي بالاستمرار في الخطط الوطنية الخاصة بتعزيز مكون الطاقة المتقددة وتعظيم قيمتها وخلال اجتماعه مع رئيس الوزراء ووزير الكهرباء جهى رئيس سيسي بعداد استراتيجية وطنية متكاملة لإنتاج الهايدروجين باشتراك القطاعات المختلفة بالدولة اجتمع السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور محمد شاكر المرقبي وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأن الاجتماع تناول استعراض عدد من مشروعات وزارة الكهرباء خاصة في قطاعات الطاقة الجديدة والمتجددة والربط الكهربائي مع دول الجوار بالإضافة إلى مركز التحكم الرئيسي في الشبكة القومية للكهرباء بالعاصمة الإدارية الجديدة وقد استعرض الدكتور محمد شاكر مستجدات مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية بمد خطوط الكهرباء وإنشاء عدد من محطات التحويل الكهربائي في الجانبين وذلك بهدف تبادل الطاقة الكهربائية بين شبكتين الكهرباء الوطنية في البلدين لتحقيق الاستفادة الاقتصادية المتبادلة بينهما على مدار العامة وفقاً لاحتياجات كل جانب كما تم عرض الموقف التنفيذي فيما يخص استكمال أعمال البنية التحتية الخاصة بخطوط الكهرباء الهوائية بمشروع إنشاء محور التعمير بالسحل الشمالية وتعديل مصارب بعض الخطوط وإزالة تلك التي تتعارض مع المحور وقد وجه السيد الرئيس بحوكمة الجدول الزمني المخصص لتنفيذ التعديلات المطلوبة أخذن في الاعتبار لامتداد الإضافي لمحور التعمير في اتجاه الغرب بالاستيعاب حركة المواطنين الكثيفة عليها باعتباره محور ربط رئيسي ما بين مدينة الإسكندرية وقرى ومدن السحل الشمالية وأضف المتحدث الرسمي أن السيد وزير الكهرباء استعرض كذلك المشروعات القومية في قطع إنتاج الكهرباء من الطاقة الجديدة والمتجددة خاصة التي تعتمد على طاقة الرياح والطاقة الشمسية بالتعاون مع شركة القطاع الخاص والشاركة مع الخبرة الأجنبية وذلك في إطار استراتيجية مصر للطاقة المتكاملة والمستدامة التي تهدف للوصول إلى نسبة 42% للطاقة المتجددة من مزيج الطاقة الكهربائية في مصر بحلول عام 2035 وفي هذا الإطار وجه السيد الرئيس بالاستمرار في الخطط الوطنية الخاصة بتعزيز مكون الطاقة المتجددة وتعظيم قيمتها وذلك لتنويع مصادر إمدادات الطاقة التي تعتمد عليها عملية التنمية في مصر واتصالا بالطاقة الجديدة والمتجددة استعرض السيد وزير الكهرباء مستجدات التعاون مع الخبرات الدولية العريقة في مجال توليد طاقة الهايدروجين الأخضر باستخدام الطاقة المتجددة وقد وجه السيد الرئيس بإعداد استراتيجية وطنية متكاملة لإنتاج الهايدروجين باشتراك القطاعات المختلفة بالدولة بهدف امتلاك مصر القدرة في مجال توليد واستغلال الهايدروجين ومواكبة التطور العالمي في هذا المجال بالشراكة مع الخبرات العالمية ولإضافة طاقة الهايدروجين الأخضر للمنظومة الوطنية المتكاملة للطاقة وذلك في ضوء الاهتمام الدولي المتنامي بمشروعات الهايدروجين الأخضر باعتباره مصدرا وعدا للطاقة في المستقبل القريب كما تم خلال الاجتماع استعرضوا الموقف التنفيذي الخاص بإنشاء مركز التحكم الرئيسي في الشبكة القومية لنقل الكهرباء بالعاصمة الإدارية الجديدة وكذلك الموقف التنفيذي والإنشائي الخاص بالتغذية الكهربائية للعاصمة الإدارية وأنفاق كابلات الضغط العالي ومركز التحكم والتوزيع تنفيذنا لتوجهات رئيس عبد الفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة رسلت مصر شحنات من الأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية إلى الشعب التونسي من أجل المساهمة في تغفيف ألعباء عن كاهل المواطنين التونسيين ومن جانبه أعرباء الجانب التونسي عن كاملية تقدير والشكر للقيادة السياسية المصرية على ما تبذله من جهود متواصلة للمساهمة في تغفيف العب عن الشعب التونسي تنفيذا لتوجهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وفي إطار دعم وتضامن مصر مع الشعب التونسي الشقيق في مختلف المحن والأزمات أقلع طائرتان أقلع سكريتان من قاعدة شرق القاهرة الجوية محملتين بشحنات من الأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية مقدمة من وزارة الصحة والسكان المصرية إلى الشعب التونسي الشقيق للمساهمة في تغفيف الأعباء عن كاهل المواطنين التونسيين ترجمة نانسي قنقر يأتي ذلك انطلاقاً من الروابط التاريخية وتأكيداً على عمق روابط الأخوة والصداقة التي تجمع الشعبين الشقيقين ثمن رئيس والوزراء دكتور مصطفى مدبولي المجهودات التي تبذلها لجنة الاستغاثات الطبية بمجلس الوزراء خلال الفترة الماضية وإلى اهتمام بالغ بالاستجابة للاستغاثات الطبية والتي ترد إليها على الفور أو ترد عليها إلى الفور وذلك مع تقديم سبول الرعاية الصحية اللازمة للحالات الحرقة هذا واستعرض رئيس والوزراء تقريراً من اللجنة الطبية والذي أكد بأن اللجنة نجحت في إنهاء إجراءات 262 عملية جراحية وإصدار 14 قراراً خاصاً بإجراء عمليات الزراعة النخاع ذات التوافق النصفية وإنهاء الإجراءات الطبية الخاصة بـ 63 حالة من مرضى الأورام فضلاً عن تركيب أطراف صناعية وأجهزة تعوضية لـ 64 حالة من ذوي الاحتاجات الخاصة يتوجه وزير والخارجية سامح شكري اليوم إلى العاصمة البلجيكية بروكسل لتسليم رسالة الرئيس السيسي إلى رئيس المجلس الأوروبية هذا ومن المقرر أن يعقد الوزير شكري لقاءاً مع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي وأجتماعات ثنائية مع عدد من نظرائه الأوروبيين وأكبار المسؤولين بالمفاضية الأوروبية من أجل مناقشة العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك هذا وأكد وزير والخارجية سامح شكري بأن أجهزة دولة كافة تولي قضية سد النهضة اهتماماً بالغاً وأنه يتم التنسيق بشأنها بالشكل المتواصل ومشيراً في تصرحات النار إكسا نيوز إلى أن مصر لجأت إلى مجلس الأمن من أجل طرح قضيتها العادلة لتأكيد اختصاص مجلس الأمن بهذه القضية وباعتبارها قضية ماس بالأمن والسلم الدوليين القضية اتصاد النهضة قضية تهم كل المصريين وقضية كل أجهزة الدولة بتوليها اهتمام بالغ وبيتم التنسيق بشأنها بشكل مستمر ومتواصل طبعاً كان من الأهمية أن تلجأ مصر للمرة التانية للسنة التالية على التوالي لمجلس الأمن لطرح قضيتها العادلة لطرح قضية وفوزية لتأكيد اختصاص مجلس الأمن بهذه القضية باعتبارها مارسة بالأمن والسلم الدولي وأيضاً لمسؤوليات المجلس باعتباره يمارس الدوليوسية الوقائية المجلس الأمن بيحظى باهتمام بالغ لمستوى الدولي لدي وسائل الإعلام فهو فعالياته جميعها مرصودة بشكل وسيط من كافة الدول وبتوفر ساحة دولية على أرقى المستوى لطرح الرؤية المصرية لتأكيد عدالة الموقف المصري لاستعراض عشرة سنوات من المفاوضات بتفصيل وتوضيح مدى التصلب والتعاند المرسد بإثيوبيا التفاوض خلال هذه السنوات كما أكد شكر استمرار تحلي كل من مصر وسودان بالالتزام بالحل السلمي ولا تمادي على الإطار التفاوضي ودعم المصار الإفريقي مع المطالبة بدعم هذا المصار لكسر جمودي التفاوض ومشيرا إلى أن إثيوبيا ترفض وتعامل بإيجابية لكن رغم ذلك تزداد عزيمة مصر في طرح قضيتها العادلة على المجتمع العادل الدولي يعني بالتأكيد استمرار تحلي كل من مصر والسودان بالالتزام نحو الحل السلمي لهذه القضية الاعتماد على الإطار التفاوضي دعم مصار الأفريقي مع المطالبة بتعزيز هذا المصار للمشاركة المراقبين حتى يستطيعوا أن هم يوفروا الخبرة ويوفروا الحلول والمقترحات المفروض أنها تكسر جمود التفاوض وتيسر على الأطراف قبول الحلول التوافقية مصر والسودان يتحل موقفهم بالمرونة وأكدوا للجانب الإثيوبي في كل المراحل باستعدادهم لقبول السب باستعدادهم لإحتياجات إثيوبيا التنموية تاحت الفرصة باستفادة إثيوبيا بشكل كامل من هذا المنشأ ولكن حتى الآن ترفض إثيوبيا التعامل بإيجابية لكن هذا لا يجعلنا إلا أننا نزداد عظيمة في أننا نطرح قضيتنا العادلة على المجتمع الدولي لاستخلاص التعديد لها وأيضا بحيث يكون واضح أمام الجميع الموقف الإثيوبي الضعيف والغير المتصف مع الأعراف والقوانين الدولية هذا وأضاف وزير والخارجي بأن القرار المطروح على مجلس الأمن فيه ما يوضح ما تسعى إليه مصر والسودان من استئناف المصاري التفاوضي الإفريقي وتعزيزه بمشاركة الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة من أجل كسر جمودي التفاوض ومضيفا أن مصر دائما تتحلى بالتعامل مع الأمر بمسؤولية والتزان لكن دون التهاون في الدفاع عن حقوقها يعني نحن صبعا الخارج المطروح على مجلس الأمن فيه تعديد لما تسعى إليه مصر والسودان من استئناف المصاري التفاوضي الأفريقي مع تعزيزه بمشاركة الأمم المتحدة الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وربما شركاء آخرين يتوافق عليهم الدول التلافة من أجل كسر جمودي التفاوض وأن تتمد المخاوضات خلال فترة زمنية معلومة هذا التطلع في نفس الوقت والمخرج اللي يعطده المجلس بيأخذ زمن في إطار المشاورات وجدول أعمال المجلس المصر دائما تتحلى بالتعامل مع الأمور بمسؤولية وبالتزان وبصبر لكن دون التهاون في الدفاع عن الحقوق المصرية ودون أي نوع من الحيدة عن الهدف وهو تحقيق المصلحة للشعب المصري والحفاظ على حقوقه المائية وإلى العراق حيث أحبطت قوات الأمن العراقية محاولتين لتفجير أبراغ للتاقة الكهربائية وذلك في محافظتين نين ووديالا وقالت السلطات والعراقية للقوات الأمنية بتشكيلاتها المختلفة تقوم بمرقبة خطوط نقل الطاقة الكهربائية وتحبط كل المحاولات الرامية لاستهداف الأبراغ والمحطات من أجل ضمان استقرار وصول طيار الكهربائي إلى كافة مناطق البلاد زار رئيس الوزراء العراقية مصطفى الكاظمي الصحفية والناشطة علي المقدام في أحد مستشفيات بغداد وذلك بعد أن حررته القوات الأمنية من خاطفه وكان المقدام قد قر اختطافه في العاصمة بغداد يوم الجمع الماضي واثار اختطافه عن الأنظار تعاطفا شعبيا واسعا وذلك نظرا إلى دوره في الحراك ونشاطه المدني وبحزب المصادر العراقية فإن تحرير الناشط المختطف تم بإشراف شخصي من رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي أعلت مفاوضية والانتخابات بالعراق تنفيذ عملية المحاكاة الأولى للتصويت العام والخاص على انتخابات مجلس النواب يوم غد هذا وذكرت المفاوضية أنها ستنفذ عملية المحاكاة الأولى للتصويت العام والخاص والتي من المقرر إجراؤها في الثاني عشر من شهر يوليو القاري بواقع محطة واحدة في كل مركز والبالغ عددها ألف وتسع وسبعون مركزا والمنتشرة في عموم أرقائي العراق وأوضحت بأن الهدف من تلك المحاكاة هو التأكد من دقة وسرعة الأجهزة الإلكترونية الانتخابية وإمكانية إرسال النتائج بيسر من المحطات وتسلمها في المكتب الوطني تبادل زعيم كوريا الشمالية كيم جينغ أون مع رئيسي الصينية شي جينغ بينغ رسائل تعهد فيها بتعزيز التعاون في الذكرى السنوية لمعاهدة صداقة ما بين البلدين هذا وافدت وكالة الأباء الكورية الشمالية المركزية بأن كيم قال في رسالته إلى النظير الصيني إن تعاون أمر حيوي لتعزيز الثقة والصداقة العسكرية ما بين بلاده وبين الصين فيما أكد رئيس الصيني أنه يعتزم تعزيز التواصل وقياد التعلاقات الصداقة والتعاون بين البلدين بثابات إلى مرحلة جديدة يضلي ناخبون في بلغاريا بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية المبكرة وتعد هذه الثاني انتخابات تشهدها بلغاريا خلال ثلاثة أشهر بعد الانتخابات التي جرت في أبريل وأصفرت عن برلمان مقسم فشل في تشكيل الحكومة يواصل الناخبون في مولدوفا الإدلاء بأصواتهم في انتخابات برلمانية مبكرة هذا ويحق لأكثر من ثلاثة ملايين ناخب الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات والتي يتنافس خلالها عشرون حزبا وكتلتين انتخابتين على 101 مقعد برلماني لولاية من أربع سنوات أقرى رئيس الوزراء الإسبانية بيدرو سانشز تغييرا وزاريا بمقابه يعين وزيرا جديدا للخارقية ومن بين التغييرات المهمة في تعديل الوزري مغادرة إيفان ردرونجين كبير موظفي رئاسة الوزراء والذي كان أهم مساعدي سانشز وسيحل محله أوسكار لوبيز عضو الحزب الاشتراكية لقي خمسة أشخاص على الأقل مصرعهم وأصيب آخرون في زلزال وقع في جمهورية تاجكستان هذا وألحق الزلزال أضرارا بمباني وخطوط كهربائية في العديد من القرى وتطلب الأمر إيواء العديد من الأسر في مراكز مؤقتة وأمر رئيس تاجكستان بتشكيل لجنة خاصة من أجل تسجيل الأضرار وتنسيق عمليات الإنقاذ وتنظيم إزالة الإنقاذ أنت وزارة الصحة والسكان تسجيل 121 حالة إيجابية جديدة بفايروس كورونا وخمس عشرة حالة وفاة هذا وأشرت وزارة الصحة إلى خروج 432 متعافيا من المستشفيات وذلك بعد تلقيهم رعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية قال دكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية بأن دولتها تسعى لتوفير لقاحات لحماية من الإصابة بفايروس كورونا هذا وأشار تاج الدين في مداخرة هاتفية مع أكسرا نيوز لأن القيادة السياسية وجهت بالحصول على اللقاحات من مصادر مختلفة من أجل توفيري المطلوب منها للمسافرين الخارج وذلك بعد طلب بعض الدول لقاحات بعينها لقاحات معروفة جيدا ونحن بنسعرها منذ فترة طويلة جدا هي جزء من وسائل الحماية ضد الإصابات من ناحية وتخفيف عد الفيروسات في المجتمع من ناحية تانية ومن ناحية التقوية دي شكل مهم جدا التطعمات تساعد أو تقلل بشدة من الحالات الشديدة والحادة والحالات اللي قد تحتاج إلى رعيات مركزة أو التهبات رعوية أو تنفل الصناعة فإذا اللقاحات الجزء المهم من الحماية للحماية من تدعيات الإصابة بالفيروس في فترات كثيرة كان المتاح عالميا من هذه اللقاحات كان قليل وده السبب بدوجيه كبير من العقادة السياسية أن نحن نحصل على دقاحات من المصادر المتعددة وبفعل حصلنا على علاقات كثيرة وانواع كثيرة من حتة مختلفة أو أماكن مختلفة وأيضا توصلنا إلى اتفاقية مع سيتي بولتي الشركة الصينية لتصنيع اللقاح في مصر فضل بأنوتة مهمة وأيضا نحن نتفقين على أسترزينيكا وعلى جونسون جونسون وفي بعض الدول بتطلب عشان الناس المسافرين أنواع معينة من نقاحات أظهر إحصاؤنا لرويتوريز بأن أكثر من مليون ومئة وثلاثة وثمانين ألف شخص أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم وبحسب الإحصاءات فقد وصل إجمالي عدد نوفياتي الناتج عن هذا الفيروس إلى أكثر من أربعة ملايين ومئة وسبعة وثلاثين ألف هذا وقد تم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من مائتي وعشر دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين من شهر ديسمبر لعام 2019 ورياضياً يواجه فريق الأهلي مضيفه مصر المقصة اليوم على ستاديا سويس الجديد في لقاء مؤجل من القولة الثامنة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز وذلك في ختام المباريات المحلية التي سيخوضها الأهلي قبل التحضير لخوض نهائي دوري أبطال إفريقيا ضد كايزر تشيفز الجنوب إفريقي في يوم السابع عشر من شهر يوليو الجاري على ملعب مركب محمد الخامس بمدينة الدار الويضاء المغربية ومن المقرر أن تغادر بعثة الأهلي إلى المغرب يوم الثلاثاء المقبل عبر طائرة خاصة وذلك ضمن برنامج الاستعداد القوي للنهائي القارية وتوجع رجاء البيضوية المغربي بلقب كأس الكونفدرالية الإفريقية للمرة الثانية في تاريخه وذلك بعد فوزه بهدفين مقابل هدف علش بيباء القبائل الجزائري في المباراة النهائية التي أقيمت في عاصمة بنين ومن المنتظر أن يلتقي رجاء المغربي مع الفائز من بوراة الأهلي وكايزر تشيفز بطل جنوب إفريقيا في نهائي دوري الأبطال وذلك على لقب السوبر الإفريقي في وقت لاحق سيحددها الاتحاد والإفريقي لكرة القدم توجدت الأرجنتين بكأس بطولة كوبا أمريكا بعدما تغلبت على البرازيل في المباراة النهائية بهدف نظيف على ملعب ماركانا نجح النجم والأرجنتيني أنخل ديمارية في تسجيل الهدف الوحيد في المباراة بعد مرور 22 دقيقة المزيد في السياق هذا التقيير للمرة الخامسة عشر في تاريخها تتوج الأرجنتين بلقب كأس كوبا أمريكا ليتساوى راقص التانجو مع الأوروكوي صاحبة العدد الأكبر في سجل هذه البطولة الكأس الجديدة أضافها ميسي ورفاقه إلى سجل بطولات الأرجنتين بعد أن تغلبوا على البرازيل بهدف نظيف على ملعب ماركانا في مدينة ريودو جانيرو البرازيلية الهدف الوحيد في المباراة سجله النجم الأرجنتيني أرخي ديمارية بعد مرور 22 دقيقة من اللقاء حين استغل تقدم الحارس أدرسون ووضع القرى في الشباك مانحا التفوق لمنتخب التانجو اتسمت المباراة ببعض الخشونة والتلاحمات القوية حيث أخرج حكم اللقاء تسعة انذارات بواقع خمسة للعيب لأرجنتين وأربع للعيب البرازيل الذين حولوا معادلة النتيجة في شوط الثاني دون جدوى النجم الأرجنتيني ليونيل ماسي رفع كأس البطولة ونجح في فك وقتة النهائيات التي لزمته مع منتخب بلاده في أربع مناسبات خاضها خلال الأعوام الأخيرة لتصبح هذه الكأس هي الأولى التي يحققها مع منتخب بلاده بعدما حاز على جميع الألقاب مع ناديه برشلون ميسي الهدف التاريخي لمنتخب الأرجنتين برصيد 76 هدفا كسر رقما قياسيا جديدا حين خاض مع منتخب بلاده المباراة رقم 51 بعد المئة له أمام البرازيل متخطيا مواطنه خافير ماسكرانو الذي لعب 147 مباراة بقميس الأرجنتين وأنهى ميسي البطولة وهو يتقاسم صدارة قائمة الهدفين بأربعة أهداف ومنفردا بخمسة مرات حاسمة ليتوج بجائزة أفضل لعب الجماهير الأرجنتينية من جهتها احتفلت بالإنجاز الكبير في شوارع العاصمة بوينيس عيرس بعدما حقق منتخب راقسي تانجو أول لقب قري منذ عام 1993 حقق ميسي العديد من الألقاب خلال كوبا أمريكا وأبرزها تتويق بأول لقب دولي برفقة منتخب الأرجنتين الذي توقى بطلا للكأس المرات الخامسة عشرة في تاريخه اشتركوا في القناة هذا ويواجه منتخب إنجلترا نظيره منتخب إيطاليا اليوم في نهائي كأس أمم أوروبا ويسعى منتخب إنجلترا لتحقيق لقب البطولة للمرات الأولى في تاريخه بينما تبحث إيطاليا عن اللقب الثاني ملعب ويمبلي في لندن على موعد مع مباراة تاريخية بين المنتخب الإنجليزي ونظيره الإيطالي في نهاء كأس الأمم الأوروبية المنتخب الإنجليزي حجز مقعده في نهاء بطولة اليورو لأول مرة في تاريخه بعد تغلبه على منتخب الدنمارك في نصف نهاء البطولة بهدفين مقابل هدف وحيد بعد وقت إضافي أما المنتخب الإيطالي صعد إلى النهاء للمرة الرابعة في تاريخه بفوزه على منتخب إسبانيا براكلات الجزاء الترجحية بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله منتخب الأسود الثلاثة يسعى إلى استغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق الفوز معولا الكثير على نجوم الفريق أبرزهم هاري كين وجاردون سانشو ورحيم سترلينج وماركوس راشفورد وفي المقابل يمتلك الأزوري منتخب مدجج بالمواهب والنجوم أبرزهم ألباو موراتا وجورجيو كيليني وماركو فيراتي وشيرو إيموبيلي وتحت قيادة جاريس ساوثجت فازت إنجلترا في 15 من آخر 17 مباراة خاضتها على ملعب ويمبلي في كل المسابقات أما المنتخب الإيطالي وصل تحت قيادة منشيني إلى 33 مباراة على التوالي دون هزيمة المنتخب الإنجليزي يعلم قوة إيطاليا لذا سيدخل اللقاء بكل ثقله ليتمكن من حصد لقبه الأول للبطولة القارية وفي المقابل سيكون منتخب إيطاليا متحمس للتتويج باللقب للمرة الثانية في تاريخه ليكل الجهودة التي بذلها طيلة المسابقة ختم هذه النشرة والآن تذكر بأهم مجابها من أنباء رئيس سيسي وجه بالاستمرار في الخطط الوطنية لتعزيز مكوني طاقة المتجددة وتعظيم قيمتها وزير الخارجية زور برجيكا حاملاً رسالة من الرئيس سيسي إلى رئيس المجلس الأوروبي والسلطات الإيراقية تعنوا إحباط محاولتين تفجير أبراغ للتاقة الكهربائية في محافظتين نينوى وديالا ولمزيدنا من الأخبار المشاهدين يمكنكم دوماً متابعة موقعنا على الانترنت أكسرونيوز دوت تي في كما يمكنكم أيضاً متابعتنا على كل مواقع التواصل الاجتماعي سواء فيسبوك أو تويتر أو إنستجرام أو يوتيوب كنت معكم أنا دانا متحة أشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء